بعد حملة التضامن الواسعة معه الإعلامي المغربي ناصر عبدالصمد يعلق بمقولة للحجاج بن يوسف الثقفي عاد الصحفي والإعلامي المغربي عبدالصمد ناصر ليعلق على التضامن المغربي الكبير معه عقب قرار إقالته من قناة الجزيرة القطرية وفي هذا الصدد غرّد عبدالصمد ناصر على حسابه بتويتر قائلا الحجاج بن يوسف الثقفي وما قال في المغاربة المغاربة لا يغرّنك صبرهم ولا تستضعف قوتهم فهم إن قاموا لنصرة رجل ما تركوه إلا واتجوا على رأسه وإن قاموا على رجل ما تركوه إلا وقد قطعوا رأسه تجذر الإشارة إلى أن عبدالصمد ناصر سبق وكتب على ذات الصفحة قالوا الصمت حكمة وقليل فاعله وقالوا لا شيء أجمل من الصمت عندما تخيب الظنون وقالوا هناك صمت أنيق لا يسمح لنا بالبوح مهما كان الوجع وقالوا انتصارك بالصمت أفضل من حضارك بالرد وأقول إني صامت ترفعا وطوعا لا خشية ولا طمعا هذا وقد أقيل الإعلام المغربي من قناة الجزيرة بعد أزيد من 26 سنة من العمل بسبب تغريدة دافعة من خلالها عن شرف المغربيات ردا على ما تروج بعض القنوات الجزائرية